تحركات واشنطن لمحاصرة بيكيل لا تقتصر على تحالف يوكوس الثلاثي فبعد أسبوع على إعلان التحالف بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا تستضيف واشنطن تجمع أعضاء المجموعة الرباعية الكواد بعد إحيائها عام 2017 الاجتماع والحضوري الأول لأعضاء المجموعة يأتي وسط قلق من التحركات الصينية العسكرية ومساعد لضمان تعزيز حرية الحركة في المحيطين الهادئ والهندي وتنظيم التقنيات الرقمية أهلا بكم إلى برنامج الرابط بايدن يجمع قادة الدول المجموعة الرباعية الكواد وعليه نتساهل أي دور سياسي وعسكري مطلوب لعبه من الكواد وأوكوس لمواجهة الصين وهل الأدوار المطلوبة قادرة على تأمين إصلاح نظام التجاري وضمان سلاسل توريد مارينة يجمع الرئيس الأمريكي جو بايدن قادة أضاء المجموعة الرباعية الكواد الذي يضم الولايات المتحدة والهند واليابان والسوراليا في البيت الأبيض لمناقشة ملفات تبدأ بقضايا التغير المناخي والشراكة في الأمن السبراني والتكنولوجيا الناشئة وحرية الحركة التجارية ولا تنتهي بالقلق من سباق تسلح الإقليمي في منطقة المحيطين الهادئ والهندي يوما بعد يوم يبدو الأمر أكثر وضوحا فانسحاب الولايات المتحدة من مناطق شائكة قابله تمددها نحو مناطق أصبحت أكثر أهمية بعد أسبوع واحد من اتفاق أوكوس بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا إلى رباعية كواد حيث يجتمع الرئيس جو بايدن لأول مرة شخصيا برؤساء وزراء أستراليا واليابان والهند على طاولة واشنطن قضايا ومسائل تقرب الدول المجتمعة من هدف رئيسي مواجهة الصين عبر رباعية كواد تستهدف واشنطن خلق توازن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وإن كانت قد تمكنت من ضم أستراليا باتفاق دفاعي يضمن لها الحصول على غواصات تعمل بالطاقة نووية مثيرة بذلك حفيظة الصين فهي تمتلك اتفاقية أمنية مع اليابان منذ استينات القرن الماضي فضلا عن التفاهمات بين الجانبين لمواجهة الصعود الصيني أما مع الهند فيجمع البلدين خلافات متفاقمة مع الصين بين الهند والصين الجارتين نوويتين خلافات ونزاعات حدودية ما يخلق الفرصة للولايات المتحدة للسعي إلى ضم نيودله إلى طاولة تكتلات تجمعها السياسة ويعمقها الاقتصاد تحالفات جميعها تتلاقى في الأساس للضغط على التنين الأحمر ينظر للتحالفات في المنطقة المتوترة تلك سواء أوكوس أو كواد كخطوة مهمة نحو إدارة الاضطرابات الجيوسياسية في المحيطين الهندي والهادئ قبل القيمة المنتظرة يعقيد بايدن اجتماعا ثنائيا مع رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي لتقريب وجهات النظر وتأكيد تفاعل نيودله مع المجموعة من باب الاقتصاد يدخل بايدن إلى الهند وأستراليا واليابان لتعميق التعاون في مجالات الأمن والصحة والطاقة والتكنولوجيا شراكة اقتصادية تخدم مصالح التكتل من جهة وتطلعات واشنطن من جهة أخرى واستساعي حثيث لضمان تعزيز حرية الحركة في المحيطين الهندي والهادئ والعمل على تأمين إصلاح النظام التجاري وضمان سلاسل توريد مرينة الصراع الآن يحتدم حول منطقة الاندو باسيفيك وفيما يدرك العالم طموحات بكين لسيطرة على آسيا ومياهها تستمر واشنطن في حج دول الكبرى لتكوين تحالفات بالمنطقة نجاحها يعني تحجيم الصعود المتسارع للصين قبل مناقشة ملفية اليوم نذكر مشاهدين بسؤالي حلقة الرابط بايدن يجمع قادة دول المجموعة الربعية الكواد وعليه نتساءل أي دور سياسي وعسكري مطلوب لعبه من كل من الكواد ووكوس لمواجهة الصين وهل الأدوار المطلوبة قادرة على تأمين إصلاح نظام التجاري وضمان سلاسل توريد مرينة للحديث أكثر نرحب بضيفينا معنا من وعشة عبر تطبيق زوم الدكتور بول سوليفان زميل أول في المجلس الاطلسي ومن باريس عبر الأخمار الاصطناعية الدكتور محمد كريم الكافي أستاذ الاقتصاد في جامعتي السوربون وأكسفورد أبدأ مع ضيفي من باريس معك أستاذ الكافي أسأل عن العنوين الأبرز لهذه الربعية الكواد أو الثلاثية أوكوس وأي الأدوار ذات أولوية دبلوماسية سياسية اقتصادية تجارية أم عسكرية بالأساس نعم شكرا على الاستضافة اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لها هدف اقتصادي وما يسمى اليوم بالحرب الاقتصادية الباردة ضد الصين ويجب استعمال البلد الذي يعرف اليوم نموء اقتصادي كبير جدا وهو الهند وأستراليا أيضا استعمالها خاصة فيما يسمى بالحرب الاقتصادية ضد الاتحاد الأوروبي الهدف الأول هو هدف اقتصادي لأن ما يحصل اليوم بعد الكوفيد 19 أن يوجد بلدين لهم نموء اقتصادي كبير جدا هما الهند والصين الهند اليوم تعرف نموء اقتصادي بتسعة فاصل تسعة بالمئة لسنة 2022 وأيضا ننسى أن في آخر الأشهر الأخيرة الهند عرفت نموء اقتصادي في ظرف ستة أشهر لصعود بـ 20.1% في السوق يجب الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هي تبحث على حلول اقتصادية بعد أزمة الكورونا والحلول الاقتصادية هي ذاهبة إلى البلدان التي تعرف بنموء اقتصادي كبير ولن تذهب بالطبيعة الحال إلى الصين ستذهب إلى الهند أولا وأيضا إلى أستراليا وبريطانيا ثانيا ولننسى هذه الاستراتيجية الاقتصادية كانت موجودة أيضا في عهد رئاسة ترامب واليوم بايدن هو في استمرارية لهذه الاستراتيجية الاقتصادية على نقطة الاتفاق الوحيدة بين الخلف والسلف أيضا ترامب وبايدن أذهب إلى واشنطن لأسألة أيضا من باب الاستهلال والمداخلة الأولى دكتور سوليفان أي دور يطلب أن تلعبه الكواد وأوكوس على وجه التحديد وهل من أدوار غير معلنة ولا يروج لها إذا ما كنت لأذكر المسألة الاقتصادية فإنا لدينا أكبر شريك تجاري في كندا والمكسيك والصين طبعا هي شريك مهم بالنسبة لنا ولكن الهند بمرتبة أقل اليابان لديها شراكة تجارية أهم من الهند معنا أما اليوم فهناك حاجة للتوصل إلى تفاهم أفضل واتفاق بين أعضاء الكواد للعمل على حرية البحار والملاحة وكيفية مواجهة الأفعال الصينية التي تعتبر أنها تسيطر على بحر الصين الجنوبي وهي تحاول أن تغير الحدود كلما شاءت وأيضا كان هناك تغيير الأمس في نظرتها وطالبت السفن بأن تبلغ عن تواجدها للصين وهناك إملاء لما يمكن لهذه السفن أن تفعله في هذه المياه التي تعتبر مياه دولية إذن هذه التوترات مع الصين في المنطقة تشكل مشكلة لأستراليا والولايات المتحدة واليابان وأيضا للهند جيد نراوح ونعود لباريز مرة أخرى مع ضيفنا هناك دكتور الكافي موضوع سلاسل التوريد المرينة عبارة تتكرر كثيرا ربما لتبرير هذه المساعي الأمريكية هل هي كلمة حق أريد بها حق تجاري ولوجستي ربما أم هو فقط لربما تسهيل الحركة حركة القطاع الحربية في الممرات الأمنية في بحر الصين الجنوبي وفي كامل المنطقة المحيطين الهندي والهدى بعناوين تجارية اقتصادية نعم يعني أول اثنين يعني العنوان التجاري والعنوان اللوجستي يعني موجود في نفس الوقت لأن لا ننسى أن الأكبر يعني منطقة لوجستية في العالم هي موجودة في المنطقة الأسيوية والولايات المتحدة الأمريكية يعني تذهب لأخذ أكثر يعني مكانة لوجستية في العالم ولا ننسى ما حصل أخيرا يعني في إيقاف المواني التي وجدت في الصين يعني في مدينة تشنزن أخيرا وكان له يعني تأثير سلبي على التجارة الأمريكية وأيضا التجارة العالمية بصفة عامة كل ما يحصل اليوم من الولايات المتحدة الأمريكية للتقارب مع الهند هو يعني أعيد وهو أكثر لما يسمى بالحرب الاقتصادية الباردة ضد الصين لإيجاد أبواب اقتصادية للخروج من هذه الأزمة التي تعرفها الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعرف نمو ضعيف جدا يعني مقارنة بالعديد من البدن في العالم يعني قرابة 5.8% في آخر سنة 2021 وممكن 4.2% في سنة 2022 هذا هو الذي يحصل اليوم وكل ما حصل أخيرا أيضا مع فرنسا هي أيضا حرب اقتصادية ضد الاتحاد الأوروبي بمساعدة أستراليا ومساعدة البريطاني نعم واضحة تقصد بالتأكيد موضوع الغواصات والغضب الباريسي ربما والاستياء الصيني بسبب الخيار الأسترالي بالذهاب إلى المنتجات الأمريكية والبريطانية نراوح ونبقى في صميم عنوان برنامجنا نربط ونبحث في الرابط بين السياسة والاقتصاد حضوريا ولأول مرة سيجتمع قادة مجموعة كواد في البيت الأبيض متحدين أو متحدين في شكوكهم تجاه الصين لكن لدى الهند هواجس وأسئلة أخرى في الحقيقة ستطرحها بالتأكيد أمام هذه الربعية كما تقول واشنطن بوست بينما تحول إدارة بايدن انتباه الولايات المتحدة ومواردها لمواجهة بكين يبدو أنها بحاجة إلى تهديئة المخاوف في الهند الشريك المعزول جيوسياسيا كما وصفته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية والذي يشهد منافسة محمومة مع بكين من جهة الشرق وتهديدات من الغرب مصدرها طالبان التي ترى الهند عدوا لدودا الصحيفة الأمريكية تقول إن الهند متوجسة من نتائج انسحاب واشنطن المفاجئ من أفغانستان فالتركيز من وجهة نظر نيو ديلهي يجب أن يكون على المحيط الهادئ وأسيا الوسطى لسيما أفغانستان التي يتطور فيها الوضع بشكل متسارع ورغم الهجوم الذي تعرضت له واشنطن من أقرب حلفائها بعد انسحابها من أفغانستان فإن الهند أخذت دور المنتقد الصامت للأمريكيين حيث جادلت بنتائج الانسحاب أكثر من الانسحاب نفسه واعتبرت وصول حكومة طالبان إلى السلطة نتيجة كارثية وحتى في الوقت الذي تتوتض فيه العلاقات بين الولايات المتحدة والهند أكثر من أي وقت مضى تشير الصحيفة إلى أن الهند ملتزمة بسياسة عدم الانزلاق بعيدا في فلك أي قوة كبرى حتى في أكثر الملفات تعقيدا أعود معك دكتور سوليفان لأسأل عن موضوع الممرات المائية الآمنة وسلاسل التوريد السلسة والمرينة كما يروّج أمريكيا هل تريد واشطن أيضا من هذا التبرير المولى محاصرة الصين في بحرها الجنوب وفي الممرات المائية المجاورة لها؟ لا هذا لا يتعلق بمحاصرة الصين وفي الواقع نحن لن نخوض حرباً اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي فبعد أكبر المستثمرين في الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي خاصة من فرنسا وألمانيا من بين دول أخرى ولدينا علاقات تجارية جيدة جداً مع الكتلة وتشكل الشريك التجاري الأكبر وعندما ذكرت كندا والمكسيكو تتحدث عن الدول أما الاتحاد الأوروبي فهو شريك تجاري واستثماري كبير جداً ولما كنا أبداً لنأخذ حرباً اقتصادياً ضد الاتحاد الأوروبي ونود أن نساعد الاتحاد على أن يحمي نفسهم من تهديد الصيني بالعودة إلى بحر الصين الجنوبي إذن هدفنا ليس أن نحاصر الصين لأن هذا يثيرنا بمطار سلبي نحن فقد نود أن نحمي تجارة والواقع أن 2 تريليون دولار من التجارة الأمريكية تمر في المنطقة فيجب أن نحمي مصالحنا ولكن لا نود أن نخوض حرباً أما بالنسبة لسلسلة التوريد فهذا يتعلق كثيراً بأيضاً ممرات الشحن التي تمر بصعوبة فهناك سفن تنتظر في المحيط خارج المرافق وهناك الكثير من الصعوبات اللوجستية ما يمنع وصول السلع لشركات وحتى للمرافق في وقتها وأعتقد أن سلسلة التوريد المرينة هي تلك التي نعتبرها تشكل خطراً لنا ولشركائنا بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ونحن نعمل مع الاتحاد على سلاسل توريد كثيرة ولكن الصين تسيطر على مثلاً سلاسل التوريد لأدوية وشكل ذلك مشكلة في بداية كورونا فمن أين أتت معظم الكمامات ومعادات الوقاية فالكثير من المتطلبات للحماية والتنظيف من أين تأتي لاحظنا؟ أنا كنت أعرف ذلك سابقاً لأنني أدرس سيطرة الصين على سلسلة التوريد ولكن اكتشفنا أن سيطرة الصين على سلسلة التوريد بما في ذلك المعدات العسكرية والطاقة المتجددة والكثير من الأمور الأخرى ولكن أساساً المعدات الطبية بسبب كوفيد هي تحت سيطرة الصين والهن تشكل بديلاً لذلك فإن هناك توريد كبير للعقارات واللقاحات وهناك خلاف بين الهند والصين وليس فقط بسبب الولايات المتحدة فإن صلوك الصين في المنطقة كان عدائياً وكانت الصين عدائية كثيراً أيضاً مع الأقلية المسلمة الإيغور التي تم قمعها فيجب أن نفع ذلك في حديثنا عن الصين إذن الولايات المتحدة لا تبحث عن حرب أولاً لا يمكن أن تتحمل ثمن الحرب وإذا ما دخلنا في حرب مع الصين الجميع سوف يخسر الصين تفهم ذلك ونحن نفهم ذلك يجب أن نصعد ونلعب على المشاعر يجب أن نهدئ الأمور ويجب أن تبدأ الصين بذلك لأنه سوف تواجه إذن مشكلة مالية قد تشكل صدمة للعالم جيد دكتور الكافي في باريس مرة أخرى نبقى مع العنوين الاقتصادية وندقق أكثر في مواضيع سلاسل التوريد المرنة والآمنة ربما هل يستحضر هذا العنوان مبادرة الحزام والطريق الصينية مثلاً وهي رغبة جامحة أمريكية للحؤول دون سطوة هذا الخيط الذي يصفه البعض بالطوق الذي قد يخنق أمريكا اقتصادياً وهل ترى واشتون الصين بديلاً ممكناً في موضوع أشباه الموصلات في موضوع التكنولوجيا وهو عنوان بارز حتى الجيل الخامس مطروح في المحادثات بين هذه الدول الأربعة نعم يعني كل ما يجري اليوم في الأسواق العالمية الأسيوية قرابة 60% من الأسواق ما يسمى بالرقاعات إلكترونية اليوم أو ما يسمى بالتكنولوجيا الموجودة اليوم للسيارات أو لكل ما نستعمله من أدوات إلكترونية في المنزل قرابة 80% تأتي من هذه البلدان الأسيوية يعني الصين اليوم لها قوة اقتصادية للتكنولوجيا ولها أيضاً في نفس الوقت قوة لوجستية كبيرة جداً وما يحصل اليوم هو الحل الوحيد هو وجود الخروج مما يسمى بالحرب الاقتصادية عندما نتحدث على حرب اقتصادية نتحدث على أخذ أسواق من الأسواق الصينية والأسواق الاتحاد الأوروبي وهذا ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية أخيراً مع أستراليا ومع بريتانيا في نفس الوقت عندما نتحدث على الحرب الاقتصادية نتحدث على أخذ أسواق وأخذ مشاريع كبيرة جدا كالمشاريع الغواصات اللي أخيرا مع فرصة الغضب الأوروبي أو الغضب الباريسي الصين اليوم والبلدان بهذه الصفقة هل هو عابر وسيمضي في سبيله أم قد يتأثر ربما بهذه الصفقة كأن بريطانيا أقرب إلى أمريكا حسب الأخبار الأخيرة للدبلوماسية نعم حسب الأخبار الأخيرة للدبلوماسية الاقتصادية وانعقاد يعني موعد بين بايدن وماكرون بالأمس أن ستهدأ هذه المشاكل الاقتصادية وإيقاف ما يسمى بأخذ الأسواق الاقتصادية لفرنسا والاتحاد الأوروبي في نفس الوقت لا ننسى أن ترامب أيضا قام بمبادرة لأخذ بعد خروج البريكسيت بريطانيا بعد خروج البريكسيت قام أيضا بنفس الشيء بما يسمى باللوب الاقتصادي إلى البريطانيا والذهاب أكثر إلى الأسواق الأمريكية وهذا ما يحصل اليوم اقتصاديا نفس الشيء يحصل مع الصين يعني ما يسمى بالتقارب الهندي اليوم يعني مع الهند والولايات المتحدة الأمريكية لأن أعيد نفس الشيء أن الصينة الهند هي لها أكبر نمو اقتصادي في سنة 2022 حسب الأحصائيات 9.9% وهذا رقم كبير جدا يعني كل ما يحصل اليوم لوجستيا مشاكل لوجستية أو تقارب لوجستي أو تقارب اقتصادي مع الصين سيكون له فائدة مع الولايات المتحدة الأمريكية أيضا دكتور الكافي أنا ضم في نفس الكلام يعني نفس الانضم في نفس الكلام نعم لو سمحت لي بالتفاعل معك أيضا المراقبون يرون أن كل ما يحدث اقتصاديا إلا وله رجع صداء عسكري سياسي أو تقطف ثماره سياسيا وعسكريا في هذا الصدد لابد أن تحدث عن أوكوس والصفقة التي أغضبت باريس السفير الروسي في لندن أندري كيلين مثلا استبعد أن يتحول التحالف الأسترالي البريطاني الأمريكي أوكوس إلى تحالف إقليمي يشبه حلف شمال الأطلسي الناتو مشيرا في الوقت نفسه إلى أن شاهد التحالف يحمل مخاطر كبيرة هذا التحالف الناشئ إنجاز الوصف لابد أن أسأل عنه دكتور بول سوليفان لما مدى ما قوتها هل هو قابل للتوسع هل يزعج فعلا الاتحاد الأوروبي لأنه يرحب ويستقدم بريطانيا مضغادرة منذ البريكسيت مضغادرة الاتحاد الأوروبي وتجمع أنجلوساكسوني يقسل ألمان والفرنسيين وبقية التشكيل الأوروبي ما قولك في مثل هذه القراءة؟ أعتقد أن تحالف أوكس لديه ربما عدم توازن يجب معالجاته ويبدو وكأنه تجمع أنجلوساكسوني ويجب أن يتوسع هذا التحالف ليشمل المزيد من الحلفاء من أسيا تماما مثل كوت أما بالنسبة للصفقة الجديدة لأستراليا للحصول على غواصات بدفع نووي فهذه صفقة وحيدة ولا تشكل حربا على الاقتصاد الفرنسي وقرأت مقالات في الصحف الأسترالية وأيضا بعد المداخلات من القادة تعود إلى عامين أو ثلاثة أعوام تتحدث عن مدى صعوبة الصفقة القديمة المبرمة مع الفرنسيين للحصول على غواصات تقليدية وهذا لا يعتبر إحانة للفرنسيين ففرنسا لديها ريادة اقتصادية في الكثير من القطاعات وطبعا قد يكون هناك تداعيات قانونية عن هذا العقد المقدر بعدة مليارات ولكن لا أعتقد أنه يجب أن نبارغ في تفسيرنا لهذا العقد هذا لا يعني أننا نخوض حربا اقتصادية على فرنسا وألمانيا وأسبانيا وإيطاليا فنحن لا نزال أعضاء في النيتو والكثير من هذه الدول أيضا أعضاء في الكثير من المنظمات الاقتصادية والدفاعية الأخرى التي نحن أيضا أعضاء فيها يجب أن نعمل كلنا على تحسين علاقاتنا وأن لا نحاول أن نقرأ الأسوأ في كل النواية وأيضا مبادرة الحزام والطريق تشكل تحديا كبيرا للولايات المتحدة ولم تجد حلا لها بعد برأي كان بإمكاننا أن نواجه هذه المبادرة من دون أن نخوض حربا كلفتنا ثماني تريليون دولار وفي حين ننفق هذه المبالغ الكبيرة على الحرفة النصين تنفق المبالغ نفسها لتطور اقتصادها وأنظماتها الصحية والتعليمية وعلاقاتها مع العالم حان الوقت لكي نتخلى عن الحروب وننظر باتجاه الاتفاقات الاقتصادية وأن نعمل مع بعضنا البعض وليس ضد بعضنا البعض يجب أن نتخلب على هذه المشكلة التي ولدتها صفقات الغواصات ويجب أن نتخطى طبيعة أوكس التي هي مجموعة أنجلوسكسونية لأن هذه طبيعة المجموعة سوف تتخيل ويجب أن يكون هناك المزيد من التحالف اسمح لي فيما تبقى من وقت قبل نذهب لفاصل قصير أنا أسأل في هذه النقطة أيضا وأدقق مع دكتور محمد كريم الكافي أشار ضيفنا في واشتون إلى ضرورة التخلي عن الحروب ومضيف التعاون الاقتصادي هل التخلي عن الحروب يعني أيضا تخلي عن الأحلاف القديمة البعض يذكر أن أوكس وما حدث قد يكون تمهيدا للتخلص من ناتو وإرثه الثقيل والانتقادات تعلو أصوات الناقضة لناتو في الاتحال الأوروبي ويرون في واشتون حليف غير مضمون أو غير آمن أحيانا ما قولك في التداعيات الآن تداعيات أوكس وصفقة الغواصات نعم أنا أوافق الدكتور على الدخول في ما يسمى بإيقاف الحرب الاقتصادية أو إيقاف والذهب أكثر إلى اتفاقيات اقتصادية والذهب أكثر إلى التحالف وهذا ما عرفته الهند تعرف أن الهند رفضت أن تدخل في ما يسمى باتفاق أوكس أخيرا لسبب سهل جدا لأن الهند لها وهي شركة معروفة اسمها شركة تاسل التي لها قرابة صفقة أخيرا في أول شهر سبتمبر بقرابة أربعين طائرة من شركة أربيوس يعني الهند لا أظنها بأنها ستدخل في هذا التحالف أوكس بل بالعكس ستبقى حليف للولايات المتحدة الأمريكية وفي نفس الوقت يعني حليف للبلدان الاتحاد الأوروبي وخاصة بلدان كفرنسا وشركات يعني ما يسمى شركات الغواصات أو شركات الطائرات وهذا هو المعروف اليوم يعني في السوق كالصين أيضا حتى مع الصين لم تقطع شارفات اقتصادية مع فرنسا اقتصاديا إذا جادت الوصف تحافظ على مسلاحة مع الصين أيضا نعم 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 المتحدة الأمريكية في نفس الوقت لها عديد من العقود الاقتصادية مع الصين أيضا في نفس الوقت لغة المصالح تتغلب دائما بهذه الحالة الوفاقية نختم الجزء الأول من حلقة الرابط للليل هذا فاصل قصير الآن نعود بعد أن نستهنف هذا الحوار أهلا بالجميع من جديد اجتماع الرئيس الأمريكي لقادة مجموعة كواد في البيت العبيض أثار التساؤلات بشأن الفائدة من هكذا تحالف وفق صحيفة الفينانشل تايمز لفتت صحيفة فينانشل تايمز إلى أن مجموعة الحوار الأمني الربعي كواد باتت تحت الأنظار بعد صفقة الغواصات أوكوس وسط توقعات بتحول التحالف بين الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند إلى المبادرات غير العسكرية ورغم إعادة إحياء الربعية منذ عام 2017 والتي اعتبرتها إدارة ترامب وإسئلة لمواجهة بكين عسكريا فإن توقيع اتفاقية أوكوس بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا أظهر تساؤلات حول الغرض من مجموعة كواد في حين قال مسؤول أمريكي قبيل اجتماع قادة الربعية إنهم سيوافقون على توسيع صلاحيات المجموعة ما يشمل إنشاء مجموعة عمل جديدة تركز على الفضاء والجهود المبذولة لنشر وتنوع تكنولوجيا الجيل الخامس إلى جانب تعزيز الأمن السبراني في الوقت ذاته أشرت الصحيفة إلى أن العديد من الدول الأسيوية ترغب أن تشارك واشنطن قوى أخرى في المنطقة بطريقة توازن القوة الصاعدة لبكين لكن في الوقت ذاته لديها تحفظات بشأن المبادرات العسكرية البحثة التي من الممكن أن تزيد التوترات أو قد تدفع الصين إلى تصعيد لهجتها ضد جيرانها نستهدف النقاش معك دكتور بول سوليفان في تعليق على تقرير الفانانشل تايمز أولا وأيضا عن هوية هتين المجموعتين وهل هناك من تنسيق للأدوار أو تبادل للأدوار إنجاز الوصف الكواد عنوين اقتصادية الصرف وأيكوس عنوين عسكرية سياسية هل هذا وارد؟ الواقع إن أوكوس على حد فهمي لا تزال قيد التطوير وأعتقد أن كثر تفاجأوا عندما تم الإعلان عن هذا التحالف وأيضا تفاجأوا بالصفقة حول الغواصات لأنها حدثت بتكتم كبير أما الكواد فهي شراكة هامة ودول من حول العمل بما في ذلك السعودية والدول التي تستمع إلينا الآن لديها الكثير من التحالفات والاتفاقات وطرق للمدي قدما مع هؤلاء الشركاء والحلفاء ومجموعة لا تتعارض بالضرورة مع الأخرى أما نايتو فهي لحلف الشمال الأطلسي ورغم ذلك تم استخدامها في أفغانستان وكواد هي مجموعة أخرى وتختلف عن أوكوس تركز على ملفات مختلفة وقد يكون هناك تداخل بين المجموعتين بسبب القادة المشاركين في كواد وفي أوكوس هم نفسهم أحياناً وإمكانات الاستفادة من أوكوس التي قد تؤذي بكواد يبدو أنها بحدها الأدنى ولكن يجب أن نرى كيف سوف تتطور الأمور أما الهند فهي دولة مستقلة تزداد قوتها وهي شريك تجاري هام ولديها أيضاً قدرات علمية قوية ولكن أيضاً هذه الدولة تأثرت كثيراً بكوفيد وتواجه مخاطر قادمة من الصين يمكن للولايات المتحدة والهند أن تعملان مع بعضهما البعض فيما يتعلق بالمعدات العسكرية والتدريب وهذا ما نفعله الآن وفي آن لنفسه يمكن أن نعمل مع أستراليا وبريطانيا على أمور أخرى ولا أعتقد أن تحالف أوكس يجب أن يتحول إلى تحالف عسكري بحث وبرأيي إذا ما حدث ذلك سوف يكون خطأ فلقد خسرنا الكثير من الأرواح البشرية والموارد المالية والقدرات على الحروب في السنوات 2022 الماضية وقد حان الوقت لنمر إلى أمور أخرى وحان الوقت لنلعب لعبة الشطرانج بشكل أفضل مع الروس والصينيين فالولايات المتحدة لم تفعل ذلك بشكل جيد مثلاً مع مشروع سيل الشمالي أو حتى إخراج بطاريات مضادة للصواريخ من سعودية والأمثلة كثيرة ويبدو كأننا خسرنا توجهنا حول ما يجب أن نفعله في الشرق الأوسط وما يجب أن نفعله أيضاً في شرق آسيا وشمال آسيا ويجب أن نعيد توجيه البوصلة لكي نفكر بشكل سراتيجي وفي المدى الطويل لسنوات عددة شتينا باتجاه ملفات أخرى دعني دكتور أتوجه لدكتور كريم أيضاً الكافي محمد كريم كمختص في الاقتصاد أسألك الآن البعض في الحقيقة يضع أكثر من نقطة استفهام عن جدوى هذا التجمع الرباعي الكواد بعنوينها الاقتصادية ويقول أنه أثبت فشلاً ذريعاً في عقود سابقة أو في مناسبة سابقة وحتى إحياءه في العام 2017 كان لغايات تطويق الصين ليس أكثر رغبات جامحة أمريكية لتطويق الصين ورغم أنه أستراليا والهند لديها مصالح مع الصين ولم تقطعها أبداً جدوى الاقتصادية لهذا التجمع الرباعي كيف تقيمها؟ يعني الوقت اليوم في سنة 2021 ليس نفس الشيء منذ عشر أو عشرين سنة ما يحصل اليوم في الاقتصاد هو تغيير كامل في العالم اليوم أعطيك مثال حسب الإحصائيات الأخيرة أن الصين ستكون الأولى اقتصادياً في المرتبة الأولى اقتصادياً لسنة 2024 وأظن بأن اتفاقية مؤتمر الكواد سيكون إيجابي للولايات المتحدة الأمريكية لسبب سهل جداً لأنه يوجد فيها الهند والهند اليوم كما قلت هي من أكبر النمو الاقتصادي الذي موجود اليوم في السوق يعني بعد أزمة الكورونا العديد من البدان في العالم قامت بتحالفات نفس الشيء الصين قامت بتحالفات لخمستاشر يعني قرابة الخمسة عشر يعني دولة أخيراً لما يسمى بنعم يعني الآسويين الجهود يعني سوق اقتصادي يعني ديفرنت يعني الموجود في السوق يعني كل ما يحصل اليوم هو لضمان نمو اقتصادي في المستقبل وفي نفس الوقت أيضاً لإيجاد يعني اتفاقيات اقتصادية للوقوف ضد الصين أو أيضاً الوقوف جمع اليوم لعدم موجود الصين ممكن يعني حسب الاحصايات الأولى البرنامج عدر للمقاطعة أشكر في الختام ضيفينا أبدأ بشكر الدكتور محمد كريم الكافي أستاذ الاقتصاد في جامعتي السوربون وأكسفورد تحدثت إلينا من باريس شكراً أشكر أيضاً من واشنطن الدكتور بول سوليفان زميل أول في المجلس الأطلسي لكم وافر الشكر قبل الختام نصعر سؤالي حلقة الرابط لليوم بايدن يجمع قادة دول المجموعة الربعية الكواد وعليه تسألنا أي دور سياسي وعسكري مطلوب لعبه من الكواد وأكس لمواجهة الصين وهل الأدوار المطلوبة قادرة على تأمين إصلاح النظام التجاري وضمان سلاسل توريد مرينة بعد استفادة النقاش في ملف الليلة خلصة ضيفانا إلى التالي الولايات المتحدة تثبت استراتيجية جديدة في مواجهة الصين وتسعى أيضاً إلى التقارب مع الهند ومع حلفائها في آسيا لمواجهة السيطرة الصينية على سلاسل التوريد التي أقلقت واشنطن هناك حاجة إلى التوصل لاتفاق بشأن حرية البحار والملاحة ومواجهة أفعال الصين في بحر الصين الجنوبي التي تقلق الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة بعد ذلك نصل إلى ختام الرابط للليلة غداً يوم آخر ورابط جديد دم دم في أمان الله أنا التحية مني أنا مكيلة للقاء ترجمة نانسي قنقر